والله يا شيخ عبد الحكيم وأنت شيخ طهر حدثني رجل يقول كل يوم أتصدق بريال أريال هذا يا شيخ لحنا نستحقنا كثيرا يقول وش ريال لا لا ريال على ريال آه ريال على ريال فيقول كل يوم أتصدق بريال فقلت له ليش قال حتى تصيبني دعوة الملك الملك ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهم اللهم أعطي منفقا خلفا يقول حتى تصيبني دعوة هذا الملك هم ملائكة لا يأسون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يعني إذا كان الشهر كامل يتصدق بثلاثين ريال إذا كان الشهر ناقص يتصدق بتسع وعشرين ريال يقول والله العظيم كل يوم أتصدق بريال أجد عمال النظافة أجد العمال الذين في المحطات أعطيهم عمال المساجد يقول بريال لكني أجد له بركة في بيتي وفي رزقي وفي وقتي وفي صحتي لا أعلم به إلا الله يقول فأخذت عهدا على نفسي ألا أترك هذه الصدقة يا سلام إليك إليك واقف الخير صفو نريعه ونقي صفو نريعه ونقي صفو نريعه ونقي